الست اللي في الصورة دي دخلت مركز الشرطة وبلغت عن اختفاء جزها في ظروف غنضة وما يعديش بعدها غير خمسة ايام والشرطة تقطاحم بيتها علشان تشوف حاجة ارعبت رجال الشرطة نفسهم علشان نعرفه القصة كاملة الاول نصلي على الناب بنية الفرج وبعدين نعمل لايك للفيديو ويلا بينا يوم سبعة تلاتة سنة 2012 دخلت سماح مركز الشرطة وبلغت عن اختفاء جزها اللي اسمه عادل ابراهيم وقالت كده بالنص يا بيه انا جوزي غايب بقاله اسبوعين ولا حس ولا خبر وقالت للزابط معرفش عنه اي حاجة فالزابط قال لها انت بتشك في غيابه يعني مثلا اتقتل او اتخطف قالت له لا يا بيه احنا ناس في حالنا وما عندناش اي مشاكل مع حد وجوزي ده رجل محترم وبالفعل سماح عملت المحضر واخدت بعضها وماشت من مركز الشرطة متوجهة على البيت بتاعها والشرطة بعدها بدأت تبحث عنه وتشوف شغلها وما يعديش غير خمس ايام بالضبط واخو عادل اللي هو جوز سماح يطلع على مركز الشرطة يبلغ باختفاء اخوه ويقول للزابط انا اخو عادل جوز سماح اللي جات بلغت عنه من كم يوم وانا شاكك ان سماح لها يد في اختفاء اخويا وان هي عملت حاجة مش كويسة في اخويا وفورا الشرطة تستدعي سماح ويتم التحقيق معاها بشكل قاسي بس الغريب ان سماح كانت في حالة سبات تام وفعلا شكلها وكلامها بيدل ان هي ما تعرفش اي حاجة عن اختفاء جوزها الشرطة اخدت الامر من النيابة باقتحام شقة عادل وسماح وبالفعل يتحرك رجال المباحث على شقة سماح وعادل يقتحموها وهنا كانت المفاجأة مفاجأة ارعبت كل اللي واقفين بما فيهم رجال الشرطة نفسهم تعالوا الاول نعرف هي مين سماح وايه قصتها قبل ما نعرف رجال الشرطة شافوا ايه احداث القصة دي بتدور في محافظة المينيا سنة 2012 وبالتحديد في قرية شهين التابعة لمركز مغاغة هناك كانت بتعيش سماح مع جوزها اللي اسمه عادل ابراهيم في التوقيت ده كانوا متجاوزين من حوالي 13 سنة وربنا رزقهم بطفلين واحد عنده 10 سنين والتاني عنده 8 سنين ركزوا معايا وتعالوا نرجع بالزمن شوية الورى سنة 1999 عادل جوز سماح كان شغال مرشد سياحي في محافظة الاكسر وسماح كانت برضو شغالة مرشدة سياحية في نفس المكان وفي سنة 1999 أثناء الشغل عادل يشوف سماح ويعجب بيها ويقرر على طول ان هو يروح يتقدم ليها علشان يخطبها وبالفعل يتخطبه وسريع سريع يتجوزه وبعد الجواز فضلوا شغالين في مجال الإرشاد السياحي لمدة 3 سنين وحياتهم كانت ماشية زي الفل وحلوين مع بعض لحد ما ربنا رزقهم بالابن الأول وهنا يكرر عادل ان هو يقعد سماح من الشغل وده علشان تراعي ابنهم وتتفرغ لشغل البيت ومن هنا بدأت حياة سماح وعادل تتقلب 180 درجة عادل بقى عصبي جدا وبيتخانق مع سماح كل شوية وبقى يعملها بقصوة لدرجة ان اهل المنطقة بقوا متعودين على صوتهم العالي ومشاكلهم المتكررة وكان كل شوية عادل يضرب سماح وينهى وكانت اهل المنطقة بتسمع صوتهم بعدها بسنتين ربنا يرزقهم بالابن التاني وفضلت برضو المشاكل شغلة بينهم كل شوية وعادل ما بقاش طايق يشوف سماح ولا سماح بقى الطيقة تشوف عادل ومن وقت للتاني اهل المنطقة بقوا يدخلوا صلحهم على بعض طب دلوقتي حد يقول لي هم ليه ما اطلقوش طالما مش طيقين بعض الاجابة لانهم نصارى وانتوا عارفين ان النصارى ما عندهمش طلاق وحسب كلام سماح انها بتقول راحت الكنيسة كذا مرة علشان خطر تطلق من عادل وكانوا بيقولولها ما ينفعش لازم تجيب ورقة انك عايزة تنفصل عنه وهو كمان يقدم نفس الورقة وعادل جزها ما كانش موافق على الانفصال فبالتالي الطلاق ما ينفعش وعدت الايام والسنين في الهم والغم اللي كانوا عايشينه لحد ما جات سنة 2012 وحصل اللي حصل ونرجع بقى الاول القصة وزي ما قلت لكم ان سماح لما راحت بلغت الشرطة وطلعت على البيت بتاعها الشرطة بعد خمسة ايام لما اخو عادل راح بلغ باختفاء اخوه وانه هو شاكك في سماح الشرطة اصدرت قرار من النيابة ان هي عاوزة تقتحم الشقة وبالفعل راح تقتحمت الشقة وكانت هناك المفاجأة تعالوا بقى نعرفوا لقوا ايه رجال الامنة لما اقتحموا الشقة لقوا تحت السرير بتاع قضة النوم اصابع ايد بشرية ولقوا برضو في مكان تاني اصابع رجلين بشرية طب دي اصابع مين او فين بقى الجزة طب فين عادل جوزك ركزوا معايا في اللي جاي وفور الرجال الامن يقبضوا على سماح ويحققوا معاها تحقيق قاسي جدا التحقيق ما اخدش وقت طويل وسمح انهارت واعترفت بكل حاجة اول ما اعترفت قالت ان هي قعدت فترة تدخل على النت جوجل او الفيس تكتب كيف تتخلصين من زوجك لحد ما وصلت لشوية افكار شيطانية وهنا قررت ان هي تنفزهم على جوزها وفي يوم 24 اتنين سنة 2012 عادل يرجع من شغله يتعشى وقاعد زي الفل ما فيش اي مشاكل وكالعادة تبدأ تدب المشاكل بينهم زي كل مرة بس المرة دي تسماح كانت مبيتة النية ان هي تتخلص منه وفجأة وجدون اي مقدمات سماح تطلق السكينة اللي مخبياها وتقوم طعنة في بطنه طبعا عادل جوزها تصدم من اللي حصل وبقى يجري وراها ويمسكها علشان يدفع عن نفسه واول ما قرب منها قامت طعنة بالسكينة في جنبه مرة تانية بعد الطعنة التانية عادل يقطع النفس ويقع على الارض وتخرج روحه سمح بتقول انا كنت مصدومة ومش مصدقة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل وشالت عادل وحطته على السرير وقاعدت جنبه يومين كاملين فلما سألوها انت قاعدت جنبه على السرير ليه قالت كنت مستنية روحه ترجع تاني ويصحى بعد يومين سمحت فوق من الصدمة اللي كانت فيها اكيد طبعا فاقت وقامت باللغة الشرطة عن المصيبة اللي عملتها او اتصلت بحد من اهلها وقالت له انا عملت مصيبة او خلصت على جوزي تعالوا الحقوني لا ده ما حصلش كده خالص سمح جابت السطور وبدأت تقطع جوزها حتة صغيرة كانت بتسلي نفسها كل يوم تقطع منه شوية وكانت بعد ما تقطع شوية حتة منه تحطوهم في كيس اسود وترميهم في الخرابة وفي 12 كيس وعلى مدار 12 يوم سمحت تخلص من جسة عادل وكل ده موسط بالصوت والصورة مع الاستاذ حنا في السيد ولما سألها انت ليه يا سماح رمية الاكياس في الخرابة حد يعمل كده برضه قالت له انا استحرمت ان انا ارميها في الزبالة حرام برضه ده ابو عيالي اصيلة يا سماح الله وهنا انا حقف شوية مش عارف اضحك ولا احزن ولا اعمل ايه المهم بعد اللقاء ده الفيديو يطلع ترند والناس كلها تشوفه ويطلقوا عليها سماح ومقلب كبير فعلا سماح قلبها كبير اوي ولما الاستاذ حنا في السيد سألها انت وديت الراس فين يا سماح راس الجسة انت وديتها فين بصت له وسكتت مردتش واللقاء خلاص على هنا بس بعد البحث عرفنا سماح عملت ايه في راس جسها جابت استوانة الغاز ونزلت عليها براس جسها شياطتها وحرقتها طبعا بعد ما حرقتها وشياطتها لون الراس بقى اسود قامت مكسراها وملوناها بلون اسود تاني علشان محدش يشك فيها ويقول ان دي جمجومة بنا ادم عاوز اقول لكم ان رجال الامن وهما بيدوروا في الخرابة اللي هي رمية فيها لاثناشر كيس ملقوش اللي حبت عظم صغيرين طبعا القطط والكلاب اموا بالواجب ودي كانت وليمة للقطط والكلاب لمدة اتناشر يوم وتتقدم سماح للمحكمة اللي تحكم عليها بالاعدام وفي سنة 2013 وبعد ارتكابها للجريمة بسنة يتنفس في سماح حكم الاعدام ناس كتير بعد ما شافوا اللقاء بتاعها وعرفوا القصة بتاعتها قالوا ان سماح ضحية للعنف الاسري وقالوا انها مظلومة وعملت كده لان هي عانت معاه في العيشة وناس كتير قالوا مفيش اي مبرر اللي هي عملته وانا طبعا واحد من الناس دي لان القتل مش بيحل اصلا المشاكل القتل بيحقتها اكتر وعلشان تعرفوا المشاكل دي تبصوا لعيالهم هيكملوا حياتهم ازاي هيعيشوا ازاي العيال ديات لما تكبر ويشوفوا قصة ابوهم وامهم ويشوف ازاي امهم اتخلصت من ابوهم هم نفسهم هيعيشوا في المجتمع ازاي هل هيواجهوا المجتمع زيهم زي اي اطفال او لما يكبروا ويبقوا رجال ويتجوزهم ويروحهم ويجم حيتقبلوا ان الناس تبص لهم ازاي انا متهيقلي لو اي حد بص لهم هم حيبقوا حتى لو بص عادي هم حيقولوا ان ببص لنا علشان خاطر احنا اللي امنا قتلت ابونا انتوا بقى مع اي فرقة من الفرقتين اللي بتقول مظلومة ولا اللي بتقول مش مظلومة عاوز اعرف رأيكم في التعليقات السلام عليكم اشتركوا في القناة